موسيقى موسيقى هل يمكن أن يكون طرفاً شارك في الانقلاب ومهد له جزءاً من الحل ومن مشروع الخلاصي اليمنيين؟ وهل يمكن البناء على الخلافات والمناوشات الأخيرة بين حلفين الانقلاب على أنها بداية لنهاية مشروع إسقاط الدولة؟ هذه التساؤلات ستكون محور نقاشنا لهذه الليلة برنامج فضاء حر أهلاً بكم التوتر القائم بين ميليشيا الحوثي وحليفها صالح تصاعد ويبدو أن التهدئ الهش بين الطرفين والقائمة منذ الخلاف السابق لم تعد قادرة على تغطية عمق الخلافات بين الجانبين وعلى الرغم من أن الخلاف لم يصل بعد إلى مرحلة لا عودة على ما يبدو إلا أن الحقيقة تشير أيضاً إلى دخول الطرفين في مرحلة لن يخرج منها سوى فائز وحيد وهو ما يشير إليه الكثيرون على أنه لن يكون غير ميليشيا الحوثي هذه المرة بعد أن فقد صالح كثيراً من أوراقه وبات الحريق في حدائق منزله ومنازل أقاربه يقول البعض أن ميليشيا الحوثي تسعى إلى تحصيل نفسها لما يبدو أنها محاولة من حليفها العودة إلى مربعه الدائم في استخدام القوى المختلفة كورقة لألعابه وأن صالح بإعازة من أطراف خارجية يعمل على الانقلاب على حلفائه لكن المؤشرات تقول أنه هذه المرة يبدو فاقداً للحيلة بعد أن سلم ميليشيا الحوثي كل قوته فيما يتعلق برأي العام يقول البعض أن معركة أنصار الرئيس المخلوع مع ميليشيا الحوثي تعتبر جزءاً من مواجهة اليمنيين معها أما الغالبية فيرون أن ذلك لا علاقة له بهذه المعركة ويدللون على ذلك ببيانات حزب المؤتمر ذاته ما هي إذن طبيعة المواجهة الدائرة بين حليفين الانقلاب في صنعاء وماذا بقي لدى حزب المؤتمر لتفادي خروجه بشكل نهائي من المشهد وهل يمكن الرهان على خلاف حليفين الانقلاب باتجاه فضي هذا التحالف واستعادة الشرعية للنقاش سيكون معنا الأكاديمي والقياد في المؤتمر الشعبي العام أما الدكتور عادل الشجاع من عمان ومن تعز سينضم إلينا الكاتب والصحفي وسامة محمد أرحب بكم وظيفية الكريمين وأبدأ معكم بسؤال مشترك والبداية معك دكتور عادل الشجاع كيف يمكن أن تصف ما حدث خلال الأيام الماضية بين حليفي الانقلاب؟ أولا قبل أن أذهب للإجابة على هذا السؤال أريد أن أقول بأن الخلافات السياسية ينبغي أن تكون في إطار الخلافة السياسي حتى لا ننزل إلى هاوية أن نسمح لأصحاب المشاريع الإدولوجية أن تتغلب على القوى السياسية الصراع كما علي عبدالله صالح صراع سياسي يمكن أن يحسن في إطار السياسة لكن أن نظل من 2011 إلى اليوم وأن نخاطبه بالمخلوع في اعتقادي ليس في صالح أحد لا على مستوى الواقع ولا على مستوى المعطيات السياسية على أي حال حليفه اليوم أطلق عليه ما هو أكثر من ذلك وذهب إلى تسميته بالمخلوع منخلعا يعني كيف تصف هذا الخلافة الأخير بين صالح والحوثيين في صنعا نعم نعم الخلاف هو اليوم خلاف على السلام داخل اليابان هناك طرف يريد السلام ممثل بالمؤتمر الشعبي العام وطرف لا يريد السلام وهو جماعة الحوثي وكان خطاب الرئيس السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح الأخير فيه دعوة للحوار ووقف الحرف اليمن وهذا ما أذعق الحوثيين الحوثيون يحملون مشروعا إدلوقيا يريد أن يلتهم الجميع وعلي عبدالله صالح يحمل مشروعا سياسيا يمكن أن نختلف معه ونتفق ودائما ليس في السياسة صداقة دائمة ولا عداوة دائمة لكن صاحب المشروع السياسي يمكن أن نلتقي معه حول نقاط مشتركة في يوم من الأيام هذه النقاط المشتركة ستعدنا إلى طاولة الحوار إلى طاولة التفاوض وتجعلنا نقعد وجها لوجه ونعيد تشكيل الدولة مرة أخرى أنا أتمنى من القوى السياسية جميعها أن لا تصب ثاراتها على علي عبدالله صالح وتسمح للجماعة الإدلوقية أن تستفيد وتتغذى من هذه الخلافات السياسية لكي تلتهم الدولة ثم يصبح الجميع خارق إطار هذه الدولة وخارق اليمن تحديدا وبعد ذلك لا نستطيع حتى التفكير بالعودة إلى اليمن علينا أن نفكر جيدا بأن الصراع السياسي بين المؤتمر الشعبي العام والقوى السياسية يمكن حله لكن الصراع مع جماعة الحوثي جماعة إدلوقية لا يمكن حله بالمطلق وهذا ربما ما وصلنا إليه في الفترة الأخيرة بأن هذه الإدلوقية لا يمكن أن تتعايش مع الآخرين هي تصادر الدولة وتصادر التاريخ وتصادر الشعب وتصادر الأحزاب واضحة فكرةك دكتور عادل واضحة الفكرة أتحول إليك أستاذ وسام من وجهة نظرك أنت كيف تقرأ أو تصف الخلافة أو المناوشات الأخيرة بين الحليفين في صنعام حليفين الإنقلاب أولا يجب أن نعرف ماذا يعنون بالكلام عند الحديث عن الخلافة السياسي إذا كان علي عبدالله صالح يشن حربه على اليمنين من ثلاث سنوات هل هذه أدوات العمل السياسي وهل هذه هي أدوات الخلافة السياسي بالنسبة تقييمي لما يدور الآن في صنعاء هو أن تحالف القريمة والإنقلاب تحالف الثورة المضادة أصبح اليوم يتنافس كل منهما على من الطرف الذي سيفوز في النهاية في احتكار قتل اليابانيين ومصادرة مستقبلهم نحن نعرف أننا بعد 2011 الدكتور عادل عندما يريد أن يعزل ما يجري عن سياقه الأساس وهو أن هذا ما يجري اليوم هو بدأ تقريبا في 2011 عندها قتل علي عبدالله صالح شباب الثورة وعطل البلاد ودمر البلاد ودمر مستقبل البلاد وحملنا نحن شباب الثورة على القبول والرضوخ بالحلول الترقيعية والحلول الجزئية من أجل أن لا تذهب البلد إلى حرب أهلية ماذا عمل على العبدالله صالح؟ ونحن تعاملنا معه كخاصم سياسي وقبلنا أن يبقى مشاركا في السلطة وأن يحتفظ بنص السلطة واحتفظ بكل امتيازاته وحصل على حصانة ماذا عمله؟ ذهب ليتحارف مع جماعة طائفية جماعة عبارة عن عقينة من الإجرام وقلبها إلى صنعاء ثم سلمها المعسكرات وسلمها مصير اليمنيين ورقابهم والآن قاءوا يقول لنا بأن خلافنا مع علي عبدالله صالح سياسي لا خلافنا مع علي عبدالله صالح أنه مقرم وأنه قاتل وأنه سرطان اليمن الحديث نعم إذن دكتور عادل ربما قملت ما قاله وسام بأن هذه بضاعتكم وردت إليكم هذا هو الحليف الذي قلبه المخلوع صالح إلى صنعاء وأسقط من خلاله الدولة ومؤسسة الدولة والجيش ونفذ معه بالتوازي قريمة الإنقلاب وقرائم اقتحام المدن وقصف المدنيين وقتل المدنيين طبعا وذلك هو كما قالوا سام امتدادا لقرائمه من 2011 أين وجه الخلاف السياسي مع شخص يقوم بكل هذه القرائم هو سأضطر ليطلب منك طلب يعني على الأقل في هذه الحلقة يعني أن لا تذكري المخلوع إذا كان هذا ضمن سياسة قناتكم فهذا شانكم فأنا أرجو أرجو على الأقل احتراما لوقودي هنا أن لا تذكرين المخلوع طيب مش كده دكتور عادة خلفي التفاصيل مصطلحات نعم أنا أتذكر ما قاله الحجاج ابن يوسف حينما سئل عن اليمنيين قال أنهم مقاتلين أشداء وكرماء لكنهم إذا دخلوا مشكلة لا يعرفون أن يخرجوا منها وهذا هو حال اليمنيين للأسف الشديد يعني منذ العام 2011 هناك أخطاء سياسية ارتكبت من جميع القوى السياسية اليوم حينما تحالف المؤتمر يعني بعد عام من استيلاء الحوثيين على مقدرات الدولة يحاسب على ذلك ولا يحاسب الذين تحالفوا مع الحوثي عام 2011 والذين شكلوا وفد من مجلس النواب والذهاب لمقابلة عبد الملك الحوثي لا نريد اليوم أن نقول قلنا لكم وأنتم قلتوا لنا نريد اليوم أن نعالج الأخطاء التي ارتكبت قوى سياسية عاشت حالة من الثائر الشخصي لم يكن بهدف بنا دولة ولم يكن وفق مشروع دولة وبالتالي اليوم وصلنا إلى مفترق طرق مفترق الطرق تقول على الخصمة والمتخاصمين والمتخاصمين السياسيين أن يعيدوا الاعتبار للمشروع الدولة وللمشروع الدموقراطية وهنا لا بد أن يفكروا بمنطق يتناسب مع الوضع الراهن ويتناسب أيضا مع تلافي الأخطاء التي ارتكبت خلال الفترة الماضية نتحدث اليوم أن علي عبدالله صالح قتل بعد أن دمرت اليمن بهذه الطريقة وبهذه الكيفية من جميع الأطراف سواء الأطراف الداخلية والأطراف الخارجية في اعتقادي هذا نوع من التفكير الطفولي أو نوع من التفكير القائم على الثائر الذي ينعكس علينا شخصيا ولا يصيب العدو والخصم الحقيقي نحن بحاجة اليوم إلى إعادة الاعتبار للدولة تخاصمنا في المرحلة الماضية خصاما سياسيا أخطأ كل طرف من هذه الأطراف سياسيا وبالتالي لا ضير من العمل السياسي لأنني كما قلت في بداية حديثي أن الاختلاف في الإطار السياسي يمكن أن يعالج لكن الخلاف في الإطار الإدلوجي لا يمكن أن يعالج بالمطلق لأن صاحب الإدلوجية يعتقد بأن إدلوجيته هي الإدلوجية الصحيحة وعلى الآخرين أن يقسروا بعمل القوان يكونوا في إطار هذه الإدلوجية وداخلها أو يتم تصفيتهم إما عن طريق الختل أو الزجبهم في السجون وهذا ما هو حاصل اليوم الذي يقري في الجمهورية اليمنية بطولها وعرضها من جميع الأطراف اليوم في حقيقة الأمر هو لا يمثل إرادة الشعب اليمني وهنا القوى السياسية الحقيقية هي التي تطالب بالعودة للإرادة الشعبية وأعتقد أن الثأر الشخصي الذي مورس منذ العام 2011 وحتى اليوم كافياً لأن يجعل القوى السياسية تعيد الاعتبار للعقل السياسي لكي يفكر مقدداً بأن يقدم مشروعاً حقيقياً لليمن والجمهورية اليمنية التي تنتهك اليوم بفعل الأخطاء التي ارتكبت من الجميع أنا حقيقةً لا أبرأ أي طرف من الأطراف جميع الأطراف ارتكبت أخطاء سياسية لكن هذه الأخطاء سياسية يمكن أن تعلق اليوم وهناك عدو حقيقي كشر عن أنيابه واستفاد من هذا الانقسام سواء في العام 2011 أو ما حدث في العام 2015 استفاد من هذا الانقسام واستفاد من هذه الأخطاء وما زال يستفيد اليوم من الخصوم السياسية من هو هذا العدو دكتور عادل من هو هذا العدو هذا الذي انقض على كل مكتسبات اليمنيين أتحدث اليوم أتحدث عن الحوثيين دكتور أنا أتحدث منذ 2011 حتى الآن من هو الذي انقض على الدولة وعلى مؤسسات الدولة وعلى مكتسبات اليمنيين وعلى مخرجات الحوار الوطني الذي خرج في العام 2011 إلى الشارع دون الرجوع للآلية ديمقراطية وللإرادة الشعبية كان قز من هذه الأخطاء ربما كان في تلك الفترة يعتقد أنه على صواب لكن يفترض اليوم بعد ست سنوات أنه يعيد قراءة تلك الممارسات التي تقاوزت الإرادة الشعبية وبالتالي وصلتنا إلى ما نحن عليه نحن اليوم لا نعلق على العام 2011 بنقول أنها كانت محطة من المحطات الخاطئة للقوى السياسية والمحطات التي تلتها أيضا كانت أخطأ ارتكبتها جميع الأحزاب وجميع القوى السياسية لكن إذا أردنا أن نحملها لطرف دون أن نتحمل نحن جزءا منها سوف نستمر بهذا الخطأ وستستمر هذه القوى التي انقضت على الجمهورية وعلى البلد وعلى الإرادة الشعبية مستفيدة من هذه الخصوات على أي حال دكتور عادل يعني هو من غير المنطق أنا نتحدث بأن ما حدث في 2011 هو انقضاض على الدولة على الجمهورية والجميع يعرف طبيعة الحراك الذي حدث في 2011 وإلى ماذا أفضل وقد أشار ربما الأستاذ وسام إلى ما انتهى إليه 2011 من تسوية سياسية كان اليمنيون بعدها قابقة وسينة وأدنى لانتخابات والاستفتاء على الدستور وسام أيضا هناك فعلا هذا الصوت ربما ليس صوت الدكتور عادل وحده هناك أيضا أصوات أخرى تتحدث بأنه ربما ما حدث في 2015 وما تلاها هو جزء من تبعات 2011 هل فعلا في 2011 ما يمكن أن نقعله مسؤولية لما حدث بعدها أو لما ترتب بعدها في 2014 بشكل أو بآخر في البداية أحب أن أعلق على الدكتور عادل لكي يخبرني في المرة عندما يتحدث في المرة القادمة عن مفهومه للأيدلوجيا ما هي الأيدلوجيا التي ترى في العلم السياسي بالنسبة لما حصل في 2011 نحن نعرف الفرقة هناك فرق واضح فرق بين السماء والأرض الناس خرقت تطالب بدولة خرقت تطالب بوطن للجميع بما فيهم أعضاء المؤتمر الشعب العام بما فيهم الحوثيين بما فيهم الإصلاحيين خرقنا نطالب بمستقبل لنا جميعا خرقنا نطالب بحياة عادلة خرقنا نطالب بعدلة اجتماعية لم نطالب بمصالح فئوية أو مصالح جزئية أو مصالح لأسرة معينة أو لقبيلة معينة أو لقهة معينة ليكم في علم الدكتور عادي الشباع بأنه عندما يتكلم بهذه اللغة الناعمة ويجعل لماذا نقول المخلوع هذا الرجل لم يقتل به فقط أصدقانا في 2011 هذا الرجل دمر البلد دمر اليمن أصبح الآن بمثابة سرطان يجب انتزاعه من اليمن حتى نرى طريقنا حتى نتعامل مع مشاكلنا اليوم كل ما يحصل اليوم في البلد في عبارة عن مشاكل قادة إليها أخطاء وتراكمات من أربع عقود تراكمات لذلك عندما نقول أن علي عبدالل الصالح وسرطان اليمن نحن بالفعل نتحدث عن الخطر الأساسي والخطر القوهري الذي تواقهه اليمن وانظري ماذا يحدث اليوم في صنعاء متى تحرك علي عبدالله صالح الآن عادل الشباع يأتي ليخبرنا أن الحوثي عدونا الأول نحن نقاتله من ثلاث سنوات علي عبدالله صالح لم يتحرك لمواقهة الحوثي إلا عندما أقترب من منازله هو منازل قارباه أين كان علي عبدالله صالح من ثلاث سنوات لا بل علي عبدالله صالح سلمه البلاد وسلمه رقاب اليمنيين وسلمه أمولي اليمنيين وهذا كله بدافع الانتقام بينما نحن خرجنا لا للانتقام ولا لكي نعبر عن بصالح فاوية خرجنا نريد بلد لنا جميعا اليمن بلد غنية وشعب عظيم ويستحق أن يعيش باستقبل مختلف نعم هناك من يردد دائما حكاية أنه شباب الثورة هم الذين أدخلوا الحوثينا إلى صنعاء وهم أول من تحالف معهم ويقارب بين دخول الحوثينا إلى صنعاء أو إلى الساحات في 2011 وبين دخولهم مدققين بالأسلحة في 2014 كيف يمكن أن تفرق بين تحالف 2011 أو انضمام الحوثينا إلى ساحة التغيير في 2011 وبين دخولهم في 2014 كانت واحدة من الإنجازات العظيمة لثورة فبراير أنها قعلت القبائل وقعلت كل الجماعات التي كانت لا تزال تحتمي بالسلاح قعلتها تترك سلحتها وتاتي لتعبر عن مطالبها بشكل سلمي وإلى جانب جميع فئة الشعب اليمن نحن نعرف أن ليس الحوثي فقط الذي أنضم إلى ساحة التغيير في صنعاء أو باقي الساحات بل أنضمت جميع القبائل ونحن لسنا معنيين بالتفتيش عن النوايا ماذا كانوا يريدون نحن نعرف أن الثورة أكبرت الجميع أكبرت الجميع سواء كان لديهم أهداف وطنية أو أهداف غير وطنية أكبرتهم على الإنصياء لوقع اللحظة التي كانت التي مثلت بالفعل القوهر اليمنى والرغبة اليمنية الخالصة في تخليص البلد من هذه الشرور التي ظلت تعبث بها وتعبث بمقدراتها وتنهب وتقتل وتسفك الدماء وتهندس الحروب وتعيش البلد في أزمات نحن نعرف أن الحوثي عندما جاء في 2011 تركت أسلحته في الصعدة لكن عندما جاء في 2014 جاء بمساعدة قواعد المؤتمر الشعبي العام وقاء بأسلحة المؤتمر الشعبي العام وقاء بمساعدة الحرس الجمهوري ودخل مباشرة إلى مؤسسة الدولة واقتحمها ونهبها دخل إلى مؤسسة الجيش ألغان وأخذ السلحة بدأي بخلحة مدن وإسقاط مؤسسة الدولة نعم وتفقير أيضا مقرات خصومه السياسيين وكل التفاصيل التي نعرفها طيب دكتور عادل تحدثت أنت الآن عن معركة وطنية مهمة لا بد أن تبدأ ربما ضد الخصوم الأجلوقين الذي سميتهم وربما تشير إلى جماعة الحوثي أو ميليشيا الحوثي لكن بيان المؤتمر الشعبي العام ومواقف المؤتمر الشعبي العام لا تتحدث عن معركة وطنية من هذا القبيل هي تتحدث عن معركة تخص صالح وأقارب صالح وقد تحدث بيان المؤتمر بذلك صراحة بأننا لم نكن معنيين عندما اقتحمتم مؤسسات الدولة لكننا الآن نتحدث عن مؤسسات ومؤسساتنا الخاصة في إشارة إلى مؤتمر صالح وإلى منازل صالح وأقارب كيف يمكن أن نصف هذه المعركة بالوطنية؟ المعركة ليست معركة مواجهة بالسلاح أنا أعتقد أن الذي يفكر أنه سيستمر بحمل السلاح لن تخرج البلد ولا بعد خمسين سنة من الحرب الأهلية المعركة في الأساس هي معركة العودة للإرادة الشعبية والمؤتمر الشعبي العام حينما تحالف مع الحوتيون تحالف بهدف إرقاعهم إلى العمل بالدستور لكي يستطيع أن يؤسس لمرحلة حوار مع القوة السياسية بمختلف ألوانها وأشكالها سواء التي في الداخل أو في الخارج ربما تعرق للمؤتمر الشعبي العام بذلك نتيجة للخصوم السياسية الموجودة لدى الأطراف السياسية التي ما زالت تكن كل حقدها وثارها على الرئيس صالح تاركة أو متناسية الخصم الإدلوغي وأنا كما قلت بأن هذه الخصومة والتي ما زالت حتى هذه اللحظة تمارس بشكل أو بآخر بطريقة فجة غير قادرة على قراءة الخارطة السياسية والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية هي تساعد على بقاء الحوثين بل وتقويتهم لأنهم ينطلقون ككتلة واحدة مصمتة يعني يحركها قرار واحد بينما كل الأطراف السياسية هي مترب بصابي علي عبدالله صالح وبالمؤتمر الشعبي العام بمعنى أنها تضعف المؤتمر الشعبي العام لكي يتقوى هذا الخصم الذي يلتهم الجميع من هي هذه القوى السياسية دكتور؟ جميع الأحزاب السياسية الموجودة اليوم في الخارج التي لم تستطيع أن تتخذ قرارا بوقف الحرب دكتور عادل أعتذر المقاطع لكن هذه الأحزاب هي تحارب حلفين الإنقلاب بطرفيه بشقيه المخلوع والحوثيين يعني الآن هذه المعركة التي تحدثت عنها تتطلب من صالح نفسه الآن أن يتحرر من تحالفه مع الحوثيين وهذا ما لم يحدث حتى الآن أولا يتحرر القرار لدى هذه القوى والأحزاب السياسية بأن تنفلت من التحالف الذي يحرك هذه الحرب هذه الحرب يديرها محمد بن سلمان بصفته وزير الدفاع هو الذي اتخذ قرار الحرب وهو الذي ينيهه لا يستطيع أحد من الأحزاب السياسية لأنها قدمت نفسها بشكل منبطح وستمرت بهذا الانبطاح دون أن تعيد الاعتبار للعمل السياسي حتى الوسائل الإعلام ومن ضمنها قناتكم للأسف الشديد هي تشتغل على التحريض ولا تشتغل على تقريب وجهات النظر وخلق أفاق المستقبل من أجل الجامع القادمة على أي حال أنت موجود الآن معنا وتقريبا نحن في كل برامجنا نستطلع وجهات النظر الأخرى ونغطي الأحداث لجميع الأطراف منذ اليوم الأول دكتور عادر إذا كنت متابعا جيدا للقناة أنا أتابع الخطاب خطاب تحريضي نحن بحاجة إلى خطاب توفيقي في المرحلة الراهنة لكي نشتغل في الإطار السياسي دكتور عادر لا زال مؤتمر صالح حتى هذه اللحظة التي تتحدث أنت فيها معنا يطلق النار والرصاص على المدنيين في تعز وفي غيرها من الأماكن ويمارس القتل جنبا إلى جنبا مع ميليشيا الحوثي وتتحدث عن خطاب ما هو الخطاب الذي تتوقعه منه أمام حلف يقتل المدنيين ويكتاح المدن بالطريقة التي تحدث الآن الذي يقتل في تعزل يا مختي العزيزة يتحاربون في شارع جمل لا علاقة لصالح بذلك الذين يتقاتلون ميليشيات تمددت بمختلف أنحاء الجمهورية اليمنية اليوم إذا عميتم بصركم عما يقري على الأرض فإنكم تنحرون مستقبل الأجيال القادمة اليوم الذي يقري في شارع جمال ولا في باب موسى ولا الذي يقري في الحصب لا علاقة له في صالح من هم الذين يتقاتلون تتحدثين عن أمام العباد؟ يتقاتل كل ميليهم بسبب تغييب الدولة وتغييب مؤسسات الأمن بسبب الإنخلاب دكتور عادل يعني ما الذي تتوقعه بعد أن يتم تغييب الدولة وتغييب مؤسساتها؟ العودة للدولة إذن نحن بحاجة للعودة للدولة نفكر جميعاً نفكر جميعاً نفكر جميعاً كيف نعود لهذه الدولة؟ نعم دكتور عسام يعني كثيراً ما يلعب طرفي الإنقلاب على هذا الوتر وتر الخلافات والإشكاليات والمنواشات التي تحدث بين مكونات الشرعية والمقاومة بسببها يعني طول أمد الحرب وبسبب أيضاً الإشكاليات والأطراف والمعطيات التي دخلت عليها خلال هذه الفترة بالمقابل لا نقد من يستفيد من الخلافات والمنواشات التي تحصل بين طرفي الإنقلاب كيف يمكن أن تفهم ذلك سأعلق بداية على ما قاله الدكتور عادل وسأعود إلى هذه النقطة يبدو أننا اليمنيين بالفعل لدينا نعيش آفة النسيان لكن لا بس علينا أن نذكر بكل شيء وعندما يتاح لنا ذلك الدكتور عادل يتكلم لغة ناعمة وأنه علينا الآن أن نقرب وأن نستخدم خطاب توفيقي طبعاً لو تذكر القميع عندما دخل الحوسي الصنعاء كيف كان يتصرف علي عبدالصالح وكيف كان يتصرف إعلامه علي عبدالصالح كان يحرض الحوسيين ويعطيهم الأوامر بين يذهبوا أغلقوا المطارات يذهبوا إلى مارب ينزلوا إلى عدن واليوم واليوم عندما يشعر أن هناك أن الخناق بدأ يضرب عليه عاد إلى يتحدث عن الخلف السياسي ويتحدث عن الخطاب التوفيقي هناك منظومة عمل علي عبدالصالح دائماً يستخدمها ودائماً يستقبل العالم لكن بعد سبع سنوات من الثورة وبعد ثلاث سنوات من الحرب ومن المعاناة ومن كل هذه الخسائر ومن كل هذه السيناريوهات المفتوحة على الآخر نقول الدكتور عادل بأنه لا يمكن أن تعود وتتمكن من استغبال الشعب اليمني الشعب اليمني اليوم عرف وعندما يشاهد ما يحدث في صنعاء هو يقول بأن هذه جماعات إجرامية أرادت أن تستبيح اليمن وأرادت أن تحكم اليمن بالقوة ولهذا هذا الصراع لا يعني سوى في أنه يضعف خصوم الدولة وخصوم اليمنيين بالنسبة لما يحدث في باقي المحافظات نحن نعرف أن ما يحدث هو بمثابة نتيجة طبيعية لوضع الحرب ولتغييب العملية السياسية نحن نعرف أيضا أن القوى السياسية كانت قد تم استثمار حالة أزمة الثقة السايدة بينها وحالة الشتات ولذلك لم نعون نحن على القوى السياسية نحن فقط تمسكنا بشرعية الرئيس عبد الرب منصور هذه لأنها آخر حائط صد بإمكاننا أن نواقه في علي عبدالله الصرح وقامعة الحوثي بعد أن نستولع على كل مقدرة الدولة وعادوا لكي يقتلون بأسلحتنا ليقتلون بالأسلحة التي تم الصرف عليها وشراها على حساب قوتنا وبالجيش الذي تم تدريبه وتسليحه بأموالنا لذلك تمسكنا بشرعية هذه وخرج الشعب الذي خرج في 2011 خرج ليواجه هذه القائحة واليوم الشعب لن يعود إلا بعد تحقيق انتصار نهاية عليها نعم طيب إذن دكتور عادل أنت تتحدث الآن ربما منطقا يعني ربما يكون مقبولا منك أنت شخصيا كدكتور عادل لكن إذا ما تحدثنا وهو موضوعا الآن هل يمكن الرهان على صالح وعلى مؤتمر صالح بعد الآن كيف يمكن أن نراهن عليه ونحن لا نسمع منه خطابا حتى من قليل ما نسمعه منك الآن ما نسمعه من قبل المؤتمر صالح ومن المخلوع لا نسمع إلا تأكيدا لشرعية الحوثيين كسلطة شرعية في البلاد حتى البيان الأخير جميعها تؤكد هذه السلطة الشرعية لهم يعني كيف يمكن أن تلتف القواء السياسية أو التف الشارع حول هذا خطاب الذي تقوله أنت الآن ونحن لم نسمعه أساسا من المخلوع لا من فريقه أنا أعتقد أن المخلوع الذي يعيش خارج بلده وليس الذي يعيش داخل بلده يعني من الذي خلع الآخر يعني اليوم تتحدثون عن خلع عن خلع لا بد من تعرف مصطلح الخلع من الذي ذهب إلى يعني توزع في مختلف عواصم العالم هل هذا هو الثابت في أرضي نطلق عليه مخلوع؟ إذا أردتم إلا أن تستمروا في هذا فعلينا أن نحاكم المصطلح الرجل ثابت في أرضه الآن مش مشكتنا مصطلح دكتور عادة ما زال ثابت في أرضه وهو الذي يقاوم الحوثيين عن طريق العمل السياسي والعمل المدني وربما العمل العسكري إذا اضطر لذلك كيف يقاومهم دكتور عادة؟ ما يتعرض له الآن ما يتعرض له الآن زعيم المؤتمر هو أسوأ ما يمكن أن تعرض له أي سياسي طيب نحن لم نطلب العون من أحد نحن قادرين أن ندافع عن أنفسنا لم نطلب العون من أحد ولم نفر ولن نفر من أمام الحوثيين أما الذين مهدوا الطريق للحوثي وفروا خارج البلاد هم الذين يتحملون مسؤولية ذلك المؤتمر الشعبي العام ما زال حزبا سياسيا مدنيا سيتعاملوا مع الحوثيين بالعمل السياسي المدني حتى آخر لحظة إذا اضطرواه بعد ذلك لشيء آخر فهذا من حينه سيتحدث عنه المؤتمر الشعبي العام على من يعول المؤتمر الشعبي العام في حربه؟ المؤتمر الشعبي العام المؤتمر الشعبي العام ما زال يعول على القوى المدنية القوى الحية وهي ما زالت كثيرة وقادرة على قلب الأمور وقلب الطاولة في الوقت المناسب المؤتمر الشعبي العام منذ بداية الحرب وهو يدعو إلى السلام والقوى السياسية الأخرى للأسف ما زالت تعيش حالة من الثأر الشخصي غير قادرة على تقاوز هذه الثأرات اليوم المؤتمر الشعبي العام يقول نحن نمد يد السلام وهناك أخطاء سياسية لا أعرف ممكن ذكرنا متى قال لو يمد الدولة السلام في كل الخطابات 24 أغسطس خرج المخلوع صالح إلى جمهوره الذين انتظروا منه هذا الخطاب وخرج ليؤكد بأنه سيمد الجبهات بآلاف المقاتلين أي خطاب سلام تتحدث عنه؟ هذا شيء طبيعي لأنه أمام عدوان أمام عدوان خارقي أمام 17 دولة ماذا تريدين منه؟ أن يسلم للعدوان الخارقي نحن اليوم نتحدث عن قوى سياسية محلية هذا ما أحد ذكي عنه اليوم وعلينا أن ننقل هذا الخطاب لهذه القوى السياسية طيب ألا سرى دكتور عادل أن تسميه الآن عدوانا خارقيا هو يصب في نفس ما تطرحه الآن وهو يحارب أكثر ما يحارب القائحة الحوثية التي أسقطت الدولة مطلقة نختي العزيزة أبدا سأضرب لك أمثلة عديدة العدوان الخارقي ممثلا بالمملكة العربية السعودية هو يقوي جماعة الحوثي ولا يضعفها هو الذي قصف قاعة العزاء وفيها من القادة العسكريين الذين لم يكونون محسوبين على صالح ولكنهم محسوبين على القوات المسلحة الذين كان يمكن أن يقودوا المرحلة القادمة في أي حوار سياسي لكن التحالف قتل هؤلاء من أجل أن يترك الفرصة أمام جماعة الحوثي لكي تملأ هذا الفراغ حتى لا يوجد قادة للمعسكرات وبالتالي يستولي الحوثيون على ما تبقى من هذه المعسكرات هذا التحالف لم يقتل قائدا حوثيا واحدا حتى هذه اللحظة انظر قصف مزارع الدواجم وقصف الطرق وقصف المصانع وقصف لكنه لم يقصف حوثيا واحدا حتى اليوم الجبهات كلها متوقفة منذ عامين ولكنهم يضحكون علينا بتحريكها هنا وهناك في بداية كل شهر بين مرحلة واخرى لكنها ليست معركة حقيقية مع الحوثيين المعركة الحقيقية مع الحوثية في صعدة وليست في تعز وليست في صنعاء وليست في البيضاء ومع ذلك لم تفتح هذه القبهة لكننا للأسف الشديد لا نقرأ ما يريده هذا التحالف التحالف يريد الحرب تطون حتى يستطيع محمد بن سلمان أن يستوي على العرش وبالتالي لا يمكن أن تصرح أن تتوقف العرب نعم أستاذ ويسام إذن هناك أيضا مسألة أخطاء التحالف وعدم جديته في حسم المعركة بشكل حقيقي إضافة إلى الانتهاكات الإنسانية التي ترتكبها بحق اليمنيين وهذه ربما نقطة أضافت لحلفي الانقلاب قوة وتواسك في مواجهة التحالف العربي من جهة أخرى أيضا هناك من يرى بأنه لماذا لا نعتمد هذه المرة على هذه الخصومة لأي كانت أسبابها سواء أسباب تخص المخلوع أو تخص المؤتمر المخلوع أو أي كانت الأسباب لماذا لا ننتف حولها طالما هي ستقضي على هذا الطرف الأديولوجي الطائفي السلالي الذي يعد ربما الأخطر على البلد من وجهة نظر أصحاب هذا الطرح هو بالتأكيد الصراع بين حليفي الثورة المضادة الحرضي وصالح بالتأكيد يفيد معسكر الثورة ويفيدنا نحن الذين نواقه هذه القرائحة من الثلاث سنوات ونواقه هذه القرائم لكن في النهاية لا يمكن التعويل على أي منهما في النهاية هؤلاء يريدون الآن أن يتصارعوا لكي يفوز أي منهما باحتكار القريمة واحتكار الإنقلاب واحتكار أدوات العنف واحتكار التمثيل في أي تشوية قادمة اليوم عندما يتحدث الدكتور عادل الشباعة عن التحالف الخارقي يعني التحالف العربي والذي جاء بالطبع كنتيجة لهذا العدوان الداخلي الذي كان هو الحوثي وصالح على اليمنيين المقردين من السلاح نقول له هذا التحرك في صنعان لم يكن ليوقد لولا أن هناك الآن وجود تواصلات تقليمية مع الحوثي من جهة ومع علي عبدالله صالح من جهة نحن نعرف تاريخ علي عبدالله صالح تاريخ علي عبدالله صالح بقدر ما هو موغل فيليجرام بقدر ما هو عبارة عن تاريخ من القبن والخساسة ولا يمكن لعلي عبدالله صالح أن يقدم على خطوة دون أن يحصل على مؤشر من هنا أو هناك ونحن نعرف اليوم أن هناك مؤشرات تقول أن علي عبدالله صالح بدأ بالفعل يقري ترتيبات معينة مع دولة الإمارات من أجل إنشاء قوة خاصة بالنخبة الصنعانية بقيادة طارق صالح وهناك حديث أيضا أن علي عبدالله صالح لا يزال يمارس ابتزازه على السعودية لكي يرزخها لكي تعود وتتفاوض معه مقابل أن يخلصها مع الحوثي الحديث في ظل الحروب الأهلية الحديث عن الطرف الخارجي هو حديث عبثي دعونا نتحدث عن الوضع الداخلي من الذي يشعل الحرب من الذي صادر حق اليمنيين في إيجاد دولة من الذي يستمر اليوم في قصف المدينيين وفي العبث بالاقتصاد وفي مصادرة رواتب الموظفين من ومن ومن أما استدعاء حوائط مبكة فاليوم لا معنى له اليوم نحن نقول أنه لا يمكن التعويل سوى على اليمنيين أنفسهم فقد اكتشفوا كل الأطراف وقد اكتشفوا ماذا يجري أمامهم وقد اكتشفوا أنه لا يمكن الانتقال إلى مستقبل حقيقي سوى بعد التخلص من هذه القوى التي لم تستغل الفرصة التي أتحها التاريخ لها من أجل أن تتقاوز بعد أن أراد الناس أن يتقاوزوا تاريخها سواء الحوثي أو صالح أو بقرق واحدة هل يمكن فصل بين صالح والمؤتمر بأي شكل الأشكال؟ أتحدث عن مؤتمر صنعاء لا يوجد حزب حقيقي اسمه المؤتمر يوجد علي عبدالله صالح ويوجد ذراع سياسي اسمه المؤتمر الشعب العام ويوجد ذراع عسكري كان يسمى الحرس القمهوري ويوجد شلية مثقفين كما هو الشان مع الدكتور عادل الشقاع الذي لم يحترم شهادته ولم يحترم أنه أكاديمي ويصبح يعمل لصالح شخص معروف أنه ليس فقط أميا ولكن شخص أصبح ضدا على كل القيم القميلة ضدا على القيم البدنية ضدا على قيم الحداثة والتطوير لذلك لا يمكن الحديث عن مؤتمر شعب العام دون أن نتحدث عن صالح واليوم عندما يتحدثون عن المناوشات في الصنعاء من الذي يقود المناوشات؟ يقودها عن طارق صالح ابن أخو الزعيم بأي صفة يقودها؟ هل هو قيادة في المؤتمر الشعبي العام مثلا؟ هل هو قيادة في الدولة؟ هل هو بأي واب حق؟ ولا يتحرك المؤتمر الشعبي العام سوى عندما تتضرر المصالح الذاتية والخاصة لعلي عبدالله صالح وليس حتى فقط لإتباعه لأن عبدالله صالح قد سلم البلاد طول ثلاث سنوات لجماعة الحوسي ولن يعد لديه شيء نعم إذن دكتور عدل لا وجود لمؤتمر شعبي عام يعني حسب وسام هو مقرد حزب الرئيس كما يقول كيف يمكن أن ترد؟ ولماذا سيلتفح له الناس طالما ولا وجود لحزب سياسي بالمعنى الحقيقي للكلمة؟ أنا كنت أعتقد أنه سيكون حوار سياسي والضيفة في الطرف الآخر سيكون مكافئة من حزب سياسي معين لكن أنت تولي بواحد عيل يتكلم بهذا المنطق حافظ مجموعة من العبارات كملي معه أنت الحوار كملي معه الحوار حاكيك بما يقوله دكتور عدل لأنه ليس من مقام ذلك إذن الخيار لك دكتور عدل أتحول لك من قديد وسام إذن دكتور عدل أني ينسى حب من اللقاء طيب وسام إذن خلنا نتحدث نرقع الآن لنقاشنا يعني الآن الحديث عن ملامح للمعركة في صنعاء على أنها ربما تكون وجهة آخر لصراع إقليمي أو صراع إرادات إقليمية في صنعاء هل يمكن أن يفهم الأمر على هذا النحو؟ هو بالتأكيد لا يمكن لعلي عبدالله صالح وقماعة الحوزي أن يذهبوا بالصراع إلى هذا المستوى المتقدم والذي وصل إلى محاصرة المنازل وقتل أتباعهما بينما خصومهم أو بينما القوات الشارعية والجيش الوطني لا يزال معسكر في نهم وأصبح يتقدم في أكثر من جهة اليوم تقريبا هذه التحركات وهذه التطورات أصبحت تشير إلى وجود إرادات إقليمية تريد تسوية الملعب من أجل إتمام تسوية سياسية وهؤلاء يتصارعون لمن الذي سيفوز منهم في التمثيل طيب وسامي ألا ترى بأنه ربما إذا ما تم دعم طرف ضد الآخر وربما البعض يرى بأن طرف المخلوع أو مؤتمر المخلوع هو الطرف الأقل أديولوجيا ربما والذي يمكن أن يتم التحرك لاحقا أو هناك مساحة للخصومة معه أقل وطأة من الخصومة مع جماعة طائفية سلالية إمامية كجماعة الحوثي ألا ترى بأن هذا المنطق ربما يكون مقبولا لدى البعض كنت أتمنى أن الدكتور عادل الشباع قبل أن ينسحب أن يوضح لنا ماذا يعني بمفهوم الأيدولوجيا نحن نعرف أن الأيدولوجيا هي عبارة عن تعبير عن المصالح مؤتمر الشعب العام وعادل الشباع نفسه هو يعبر عن أيدولوجيا طبقة معينة لديها مصالح وتريد الآن أن تحافظ عليها الحوثي أيضا جماعة دينية ومتطرفة ولديها إيدولوجيتها لكن هذا لا يدعنا لا يوفر لنا أرضية للمفاضلة الطرفين بنفس السوق وعلي عبدالله صالح هو من استقدم الحوثي وهو من عبث بالبلاد وهو من جعل هذه البنية المتخلفة الآن تطفو إلى السطح وقاعدتنا نواجه هذه الإشكالية كلها هذه الإشكالية كلها لو وجدت دولة تحتلو نفسها فإن عشر سنوات كفيلة بالقضاء عليها وكفيلة بوضع اندماج اجتماعي ويكون هناك معيار واحد للتعامل مع الناس وهو المواطنة اليوم ليس فقط جماعة الحوثي ولكن هناك أشكال وتعبيرات كثيرة متخلفة والسبب بالطبع هو فشل الدولة التي استمرت لأكثر من ثلاثين سنة تعبث بمقدرات اليمنين وبياقتصادهم وبحقهم المشروع في الحصول على دولة قانون وعلى دولة عدالة ومساواة نعم وسام لكن هناك أيضا من يرى بأن حتى الشرعية حتى طرف الشرعية والتحالف ربما تراهن على هذا الأمر وربما ما يبرر ذلك طول أمد الحرب وتوقفها بين وقت وآخر بأنها بالفعل تراهن على صراع داخل حلف الانقلاب وأنهم يراهنوا أيضا على سقوط صنعاء بهذه الطريقة هل ترى بأن هذا مقدي أيضا؟ ولو ربنا نتكلم بواقعية أو بناء على التسريبات التي نسمعها من وقت لآخر فالحديث يدور اليوم عن وجود صفقات بالعفاظ على المؤتمر الشعب العام ونحن نعرف أن شخص كرشاد العليمي أصبح يتحرك منذ أشهر ما بين القاهرة والرياض من أجل الحفاظ على المؤتمر الشعب العام وإقصاء صالح لكي يتم بعد ذلك تسهيل مهمة القضاء على الحوثي لكن نقولها من الأخير بالفعل لا يوجد حزب اسمه المؤتمر الشعب العام ونحن مثلا هنا في تعز قد عاشنا هذا الوضع لنا ثلاث سنوات نقول المؤتمر المؤيد للشرعية بينما الحقيقة لا يوجد حزب هنا في تعز اسمه المؤتمر هناك مشايخ وهناك قيادات انتفاعية تحاول أن تستثمر اسم المؤتمر الشعب العام وتحاول أن تستثمر الوضع السياسي القائم من أجل الانتفاع ومن أجل تحقيق قليل من المصالح وأحيانا كثيرا من أجل تخريب أي عمل حقيقي تستبعد تماما أن يتم أنه مراهنة على صالح أو مؤتمر صالح يمكن أن يكون جزءا من الحل أو ممكن أن يفضي إلى فكفكة هذا التحالف واستعداد الشرعية بالنسبة لمن يعرف التاريخ السياسي في اليمن فلا يستبعد أي شيء نحن نعرف كيف تقام التحالفات لكن ما يعنينا نحن كشعب نحن كيمنيين نحن كثوار خرجنا في 2011 مطالب بدولة نحن نعرف أن المؤتمر الشعب العام لن يمثل لنا شيء أن المؤتمر الشعب العام هو جزء من هذه القريمة الواقعة بحقنا ونحن بالفعل نرحب بأي شخصيات ونرحب بأي أطراف لديها مرونة كافية لتقدير الوضع الحرق الذي تمر به اليمن اليمن بالفعل اليوم بحاجة لجميع أبنائه ولا يمكن من خارج المؤتمر وحتى من داخله لكن بناء على رؤية جديدة وبناء على واقع جديد هذه الرؤية الجديدة مفادها أن جميع القوى السياسية اليوم وليس فقط المؤتمر الشعب العام فشلت لكن مشكلة المؤتمر الشعب العام أنه حزب خاص بأسرة معينة خاص بشخص معين وأنه مثل إلى وقت طويل كان عبارة عن أداة قريمة وأداة تخريب بيد علي عبدالله صالح أشكرك جزيل الشكر وسامة محمد الكاتب والصحفي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز كما أشكر أيضا الدكتور عادل الشقاع الذي انسحبه طبعا قبل نهاية الحلقة كان وهو القيادي في المؤتمر الشعبي العام كان معنا عبر الأقمار الصناعية من عمان أشكركم أيضا العزاء المشاهدين لحسن المتابعي لننتقيكم الأسبوع المقبل تقبل وتحياتي وتحيات منتج البرنامج كمال حيدرة ألقاكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد في أمان الله ترجمة نانسي قنقر